النهار ده على سبيل المثال فخامة الرئيس وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة ده مشروع مهم وكبير وما خدش حظه من العرض بالمناسبة وفكروني مرة نروح نقدف في المنزلة أنا بتكلم بجد يلا بينا نطلع المنزلة جماعة الأسبوع الجاية ولا اللي بعد ننزل البحيرة بالمراكب لأ ما العالمين دي حدو روحناها قبل كده عمر ما كنتش معي بالظهر المهم جماعة عمر زكريا بيقولي العالمين وانا لسه راجع من العالمين اعمل فيك ايه عمر تعبتني يا عمر اتناشر انت مش هتروح العالمين يا عمر عمر بيقولي انا ما روحتش انت مش هتروح العالمين انت جاي معي المنزلة انت لازم تشقى معانا حبها عمر زكريا مش كده مش ممكن حبيبي ده اخويا مهم طيب لازم نلقي ضوء على المنزلة ونشوف اين اللي جار وفيها دورة تنموية متكاملة ده من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد بتعمل ايه انا عايز بس افهمك المنزلة على سبيل المثال هي بحيارات كتير في مصر اللي لم تكن كل البحيارات تقريبا اللي موجودة في جمهورية مصر العربية متلمستش تقريبا بقالها اكتر من 110 سنة كانت البواغيز اللي هي الفتحات اللي بتغزي هذه البحيارات بالمية الجديدة من البحر البواغيز دي كانت مسدودة بقالها عشرات السنين متلمستش عشرات 110 سنة مناسيب المية كانت وصلة لحد 60 سنة في المنزلة تحديدا عارف يعني 60 سنة يعني حتى المراكبية والصيادين مش هيعرفوا ينزلوا بالمركم بتاعتهم عشان يصطادوا السمك نفسه ما يبقاش عارف يتنفس لانه المية بقت معكرة ملوسة الدولة رح تنازل على البحيرة مزبطاها المية رجع لونها ازرق بعد ما كانت مسودة الله اترمت فيها زريعة سمك من اول وجديد ليه عشان المزرعين دو الصيادين دول يكلوا عيش بالحلال الناس اتجاب لها مراكب جديدة للمراكب المتبادة للمراكب المتهالكة كل دا ليه؟ او كل دا معناه ايه؟ معناه شغل مبني على رؤية واضحة جدا استراتيجي رؤية يليها تكتيكات اي خطوات فهنا الرئيس بيقول كمل الدورة التنموية او خلونا نطلع على ابعاد الدورة التنموية بتاعتنا واستكمالها في بحيرة المنزل على سبيل المنسان على سبيل المثال ونشتغل على ما تم تحقيقه ونبني عليه ويتم استثمار جهود الدولة نكمل استثمار في مسألة استعادة البيئة المتوازنة لهذه البحيرة البحيرة دي كانت حالتها صعبة الى ابعد الحدود واهلينا في المحافظات المختلفة المطلة على هذه البحيرة المدن والمراكز والقرى المطلة على هذه البحيرة هم اكتر ناس عارفين وهم اكتر ناس لمسين التطوير اللي حصل في المنزلة انا باعتبار ان انا من الناس اللي بتروح سكة اسكندرية يا رايح جاي الحتة اللي احنا كنا نسميها زمان الملحات ومريوت وما الى ذلك روح اتفرج على الشغل اللي هناك بعد المنزلة نطلع الملحات المهم طيب تعالى نشوف بقى هنا ايه الاستكمال ليه لانه فيه رؤية عموما لمسألة اعادة احياء البحيرات المصرية واستغلالها الاستغلال الامثل كما يجب وفي نفس الوقت اعادة التوازن البيئي السليم بتاعها فيوجه الرئيس بتطوير قدراته وقاليات الصيد في البحير ده من ناحية علشان يتعامل منظومة بتشتغل على تعزيز فرص العمل مساعدة الصيادين من ابناء القرى بتاعة المحافظات المطلة على البحيرة الاستفاد منها الى اقصى حد ممكن من انتاج الاسماك تعالى هزيدك من الشعر بيت وبحيرة ناصر فييجي الرئيس يقولك وبحيرة ناصر فيها تطوير وبنتابعه وبنشتغل عليه ووجه بعمل ايه بقى؟ دراسة متكملة لهذه البحيرة انا من انا صغير قد كده قد كده كان فيه زمان شركة مملوكة للدولة كان اظن اسمها شركة اسوان للمصايد ولا مش شكة كان اسمها ايه كده وكان ليها ما بين قصين كده يكتبوا سوانة وكانت او الله وكانت ليها اكشاك حد يفتكر سوانة يا جماعة من اغلب الناس اللي هانا صغر مني بحبتين انا عجزت جدا فكان ليهم اكشاك تبقى منتشرة كده في الشوارع وحاجات زي كده تاخد منها السمك بتاع بحيرة اسوان ده زي الفل بعد شوية بقوا كمان هم بيشتروا الاسماك اللي بتصطدها الشركات المختلفة اللي برضو كانت مملوكة للدولة ويتم تسويق هذه الاسماك ويا شوي لك السمك او يقلي قدامك وحاجات كده كانت لطيفة جدا جدا امي هي اللي فاكرة الموضوع ده طبعا فالمهم وكانوا يقولون وكنا ساعات نقرأ في الجرائد لما تعلمت بقى القرية انو ستعلمت قدر القرية بادري كنت تطلع عمر حب القرية جدا مهم سيباك مني خالص فكنا نقرأ في الجرائد ايه بقى الاستفادة من بحيرة اسوان فيش استفادة كانت بتحصل ولا حاجة الاسماك في بحيرة اسوان اصبحت احجامة مش هزاروة بدون مبالغة احنا نفتكر سمك بلطي بتاع اسوان ده كان بتبقى السمكية قد كده تلاقي سمكة مثلا ثلاثة كيلو واربعة كيلو بلطياية قد كده رهيبة يعني فكانوا يكتبوا يقولك كيه اه مش عارف مش عارفين اصداد السمك اصلا الصيدين عندهم مشكلة طب الدولة لازم تتدخل مش حاجة كانوا بتدرأ يا مولايكا ما خلقتني فنيجي اللاقي ان الرئيس بيقول ايه بقى اعملولي دراسة متكاملة للاستفادة من خيرات هذه البحيرة وصرواتها السمكية ولازم نطور البحيرة دي بحيرة اسوان وتعظيم امكانيات الصيد اللي فيها بحيرة اسوان دي رزق وجلنا من عند ربنا بسبب السد العالي ما ربك بيسبب الاسباب طيب اشتغلنا عليها حلو واهملناها يروح ربنا مسبب الاسباب فيبعت لنا الرئيس علشان يوجه بعدادة دراسات المتكاملة علشان اعادة احياء هذه البحيرة وتعظيم المدخول الاقتصادي بتاعها كل ده وانت لسه برضو شاكك يا رجل يا طيب يا امير